حال المزيد من التفاصيل والمتابعة بينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب الزميل أحمد عبد الرازق مرسل أكسترانيوز أحمد برحب بك إذن معنا في هذه الجولة يبدو يعني أن المعرض مزدحم من ورائك في يعني يعتبر ثاني فعلياته تفضل شكرا لك نانسي تحياتي لك ولمشاهدي أكسترانيوز في كل مكاننا بالفعل هذا هو اليوم الأول منذ افتتاح المعرض للجمهور ونازلنا فيه ربما في منتصف اليوم وبالرغم من انخفاض درجة الحرارة إلا أن الإقبال على المعرض حتى هذه الساعة يعني إقبال مميز ودعينا نعرف جمهورنا الكريم ببعض المعلومات الخاصة بهذا المعرض هذه الدورة الثالثة والخمسين لمعرض الكتاب الذي يحمل هذا العام شعار هوية نصر الثقافة وسؤال المستقبل اليونان هي ضيف شرف المعرض هذا العام الكاتب الكبير الرواي يحيى حقي هو شخصية المعرض ويحيى حقي معروف لدى الكثيرين بالعديد من الروايات ربما أشهرها روايتين تحولت لأفلام سينمائية هي البستجي وقنديل أم مهاشم وهي من أعظم الأفلام السينمائية المصرية شخصية معرض كتاب الطفل الذي يتضمنه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين هو الكاتب الكبير الأستاذ عبدالتواب يوسف عفوا الذي له إسهامات كبيرة في مجال أدب الطفل وقصص الأطفال المعرض هناك مرتكزين أساسيين في هذا المعرض أو محورين أساسيين المحور الأول ما يخص النشرين والمحور الثاني ما يخص التكنولوجيا الحديثة أما ما يخص النشرين فيعتبر المعرض هو أكبر تجمع للنشرين في العالم لأنه يضم ألف وأربعة وستين ناشرا من واحد وخمسين دولة موزعين على خمس قاعات في ثمانمائة وتسعة وسبعين جناح أيضا هناك استحداث لجائزة جديدة خص النشرين وهي جائزة أفضل نشر عربي هناك برنامج في غاية الأهمية هو البرنامج المهني والذي يحمل عنوان فرع صناعية الكتب وهو خاص بمجتمع النشر أو بالمتخصصين في هذه الصناعة للوقوف على أهمية هذه الصناعة وعلى أهم عثراتها ومشاكلها لا سيما ما يخص جائحة كورونا والتحول الرقمي واتجاه العالم نحو الثورة الرقمية أيضا هناك إطلاق ما يخص التكنولوجيا الحديثة في المعرض هذا العام استطلاق مشروع الكتاب الرقمي الذي يبدأ بسلسلة الكاتب الكبير الأثاري سليم حسن وهي نصر القديمة وسلسلتي ما ورؤية للأطفال أيضا هناك توظيف للتقنيات الحديثة والواقع الافتراضي والواقع المعزز والزكاء الاصطناعي للتفاعل مع شخصيات المعرض كشخصية يحيح حقي أو شخصية عبدالتواب يوسف هناك العديد من المعرضات ومن خلال هذا الواقع الافتراضي يستطيع زائر المعرض أن يتعرف على المعرضات أو الكتابات أو الكتب داخل المعرض أخيرا هناك 11 خط أوتوبيس تم الاتفاق بين وزارة الثقافة وهي العامة للكتاب وبين وزارة النقل عليهم هذا الخطوط الأحد عشر يعمل عليها 115 سيارة تقوم بنقل المواطنين أو زائري المعرض إلى المعرض خلال اليوم في زمن تقاطر 20 دقيقة تكريبا بين كل حافلة ننسي على مدار اليوم نحرص على أن نبرز أهم فعليات أو أهم ما يميز معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الدورة وخصصت هذه الرسالة للحديث عن أحد الأجنحة الهمة في هذا المكان وهو الجناح الخاص بوكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء المصرية تعمل جاهدة على نشر الوعي الخاص بالفضاء من خلال العديد من الكتابات وتوفير بعض التكنولوجيا الحديثة كنظرات الواقع المعزز أو الـ VR من أجل أن يتعرف الجمهور المعرض أو الزائرين على ما تقدمه وكالة الفضاء المصرية واسمح لي لمزيد من المعلومات حول ما تقدمه وكالة الفضاء المصرية لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين أن ألتقي المهندس محمود حسن مدير مركز التصميم المتزامن في وكالة الفضاء المصرية وهو مسؤول جناح الوكالة في معرض القاهرة للكتاب تحياتي بش مهندس وأطلعنا إذا تفضلت بمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذه القطع التي رأيتها أو هذه الوحدات التي شاهدناها داخل الجناح الخاص بكم رأيت قمر صناعي في حجم غريب أول مرة أشوف الحقيقة وكاميرا أيضا ذات تقنيات عالية وحجمها أيضا غريب فخلينا نتكلم عن هذه الأمور وإزاي بيتم التفاعل بين حضراتكم أو بين هذه المعرضات وبين جمهور المعرض السلام عليكم إحنا وكالة الفضاء المصرية إحنا وكالة دورها توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء في مصر وكذلك نشر الوعي بعلوم الفضاء في مصر فإحنا دلوقتي في المعرض بنقدم جزئين مهمين جدا من شغلنا أول حاجة بنقدم المشاريع الكبيرة اللي الوكالة بتعملها اللي منها إطلاق الأغمار الصناعية وعندنا أقمار متعددة الأحجام متوسطة وكبيرة زي أقمار النيكسسات والأقمار نارس وعندنا كمان الكاميرا اللي شفتوها دي الكاميرا دي هتم إطلاقها في محطة الفضاء الدولية وخطط لها آخر 2023 ودي كانت مسابقة في معرض دبي إكسبو 2020 ومصر بفضله كذبتها بالتعاون مع فريق عمل مع كينيا وتنزانيا وأغاندا فدي يمكن آخر أخبارنا في العلم الجمهور يا فندم أنا شايف الناس بتارت تمسك النظارة الفي آر وتبدأ تشوف وتتعرف على الحكاية التجاوب الجمهور مع هذه المعرضات اللي بتقدمها لهم عمل إزاي يعني أنا ما تخيلتش أن جناح صغير لوكالة الفضاء المصرية في معرض الكتاب يبقى عليه كل الإقبال ده نحن بنحاول عشان نبسط علوم الفضاء للناس وخاصة معرض الكتاب معرض جماهيري بتجيل أطرة مصرية كلها أطفال وكبار فعملين بتكنولوجيا الواقع الافتراضي الفي آر برامج كالولد أو المستخدم بيجي بيلبس النظارة بيشوف جواها محطة الفضاء الدولية بيتعرف على الفضاء عن طريق هذه الكاميرات ودي طريقة بسيطة وفيجوال الناس تشوفها مرئية سهلة جدا عشان كالناس كلها بتفاعل معها وبتجربها وبخصوص الكاميرا اللي حضرتك شرحت لي إنها هتطلق على محطة فضائية وهتستمر سنة على المحطة دي وهتنقل لنا صور مقابل وضع يعني اكلمنا برضو عن هذا الأمر وفي معرض اكسبو دبي 2020 في مسابقة اطلقت لتركيب يعني نحن نبقى فيه كاميرا تطلق في الاس اس اس في محطة الفضاء الدولية ومصر كانت دخلة في تعاون مع ثلاث دول افريقية زي ما قلت تانزانيا وكينيا وغندا وفضل الله قديمنا احسن مقترح لمشروع الكاميرا دي وكسبنا هزي المسابقة وان شوالله مخطط في اواخر 2023 نطلق هزي الكاميرا وامكن اول دولة عربية وافريقية تطلق كاميرا هناك وان شوالله هناخد صور منها لمدة سنة تقديم المجانية في مصرية اشكرك شكرا جزيلا مهندس محمود حسن مدير مركز التصميم المتزامن بوكلة الفضاء المصرية اذا ننسي بعض المؤسسات تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة شرفية فكرة وجودهم في المكان ويضيف للمكان ويضيف لهم ايضا يعرفون الناس بانشطاتهم كما رأينا بالجناح الخاص بوكلة الفضاء المصرية وهو واستكمالا لما كنا نتحدث عليه عن المحور احمد لو سمحت لي ربما سؤال خارج السياق ولكن فكرة وجود نظارة الـ VR الحقيقة فكرة جديدة على معرض القاهرة دولي للكتاب فأيسألك ان كنت جربتها وتجربتك لما جربتها يا احمد بالفعل ننسي هي تجربة جديدة وتجربة ممتعة انا استخدمت نظارة الـ VR مش بس هنا في الجناح الخاص بوكلة الفضاء المصرية لكن في كتير جدا من الاجناحة الموجودة بتستخدم ده يعني مثلا في المعرض الطفل المعرض الخاص بكتاب الطفل داخل معرض الكتاب نستخدم هذه النظارة علشان نشوف من خلالها قصص مسموعة ومرئية كمان فيه تقنية اخرى هي تقنية الهولوجرام اللي بنتعرف بيها على شخصية يحيى حقي شخصية المعرض وشخصية عبدالتواب يوسف شخصية معرض الكتاب مش بس كده الاستخدامات الاخرى للتكنولوجيا الحديثة ننسي ولكن يعني مثلا فيه احد دور النشر طبع مصحف المصحف ده بيضاف اليه هو مصحف رقمي يعني ايه مصحف رقمي هو مطبوع ورق مطبوع عادي جدا زي اي مطبوعة ولكن معاها الم الالم ده بتعدي على السطر او على الاية او على الصفحة بسمع الايات او بسمع هذه الصورة من خلال سبيكر خاص او يعني سماعة خاصة من خلال هذا الالم الحقيقة انه الجانب وانا كنت بالفعل هتكلم عن هذا الامر ننسي بمناسبة سؤالك يعني الجانب الخاص باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي منتشرة في معرض الكتاب بشكل لدرجة ان انت ممكن او تقدري من خلال المنصة الرقمية الخاصة بمعرض الكتاب تتجولي داخل المعرض وتعرفي المعرضات اللي موجودة من كتب وفين الاجنحة او اماكن الاجنحة في قاعة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة كل ده الحقيقة بيسهل كتير على الزائرين المعرض وعلى جمهور المعرض مش بس كده حضرتك كمان ومشاهدين الكرام تقدري تشتري كتاب معين من الجناح المعين ويوصل لحد بيتك بالاتفاق مع هيئة البريد المصري اللي بتقوم بتوصيل هذا الكتاب احنا وصلين لمرحلة حقيقة نفخر بيها يعني هو ده الشكل اللي يجب ان تكون واللي احنا كلنا بنفتخر به الحقيقة ناس كتير من التفاصيل موجودة داخل قاعات المعرض مش هنقدر نلمها طبعا فرسالة واحدة علشان كده على مدار اليوم بطلع من كل مكان من مكان مختلف علشان يعني نعرض تفصيلة مختلفة داخل المعرض الحقيقة احناد يعني شكرا لاشارتك لفكرة ان احنا كلنا بنفخر ان معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذا العام ظهر بهذه الصورة واعتقد انه المعرض هذا العام مختلف عن يعني المعارض في بقية الاعوام الماضية من كثرة التكنولوجيا اللي موجودة في اروقة المعرض واستخدام التكنولوجيا الحديثة كما ذكرت انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا احمد عبد الرازق مراسل اكسترانيوز كنت معنا اذا من فعاليات اليوم الاول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا جزيلا لك يا احمد